اصدل الستار على الالعاب الولمبية في نسختها الانجليزية من خلال حفل ختام موسيقي الطابع وكانت الحصيلة العربية باهتة في نموذج مشابه لما نتج عن الدورات السابقة ميدالياتان من الذهاب ثلاثة من الفضة وسبعة من البرونز واجمالي اثني عشر ميدالية زادة او نقص عن ثماني ميداليات في بكين عشر في اثناء اربع عشرة في سيدني ست في كل من اتلانتا وبرشلونة وثلاث في سئول مختصر الكلام مجددا ان العرب غائبون عن السمع والعلم ويواصلون تجاهل الالعاب الفردية المنتجة بدليل ان ميداليات لندن جاءت في العاب القوى والسلاح والمصارعة والسباحة والرماية والفروسية ستة دول فقط من العالم العربي المتفكك نالت الميداليات الاثني عشر كانت تونس احسنها في الترتيب فحلت خمسة واربعين بفضل ذهبية وبرونزية السباح المتألق اسامة الملولي وفضية حبيب غريبي في 3000 متر موانع الجزائر جاءت في المركز الخمسين بذهبية يتيمة للعداء توفيق مخلوفي في 1500 متر وخلفها مصر الثامنة والخمسين بعدتها وعديدها وقلة الانتاج ورصيد فضيتين في المصارعة والسلاح قطر حلت خمسة وسبعين ببرونزيتين لعيسى برشيم وناصر العطية فيما تساوت المغرب المخيبة للامال مع الصعودية والكويت بميدالية برونزية واحدة ومثلهم البحرين واللمرة الأولى تاريخيا بتوقيع إثيوبي الأصل لمريم جمال أما بعثة لبنان العائرة بخفي حنين فلا تزال تعيش على رباعية أمجاد الماضي فضية زكريا شهاب وبرونزية خليل طاها في العام اثنين وخمسين فضية محمد خير ترابلسي في العام اثنين وسبعين وبرونزية حسن بشارة في العام ثمانين اشتركوا في القناة